مبادرة حياة كريمة ومبادرة مهمة جداً بتمس حوالي 60 مليون مواطن مصري تحتها يمكن 22 مبادرة تانية كمان حابين حديك تكلمنا أكتر عنها وعن ما حققته لحتى اليوم هو الحقيقة أنه استراتيجية المبادرات حلت مشكلات كتيرة زي ما احنا قلنا مثلاً فيروس سي بمئة مليون صحة بسرطان السيادي بالعمليات ودي مصر زي ما رئيس عبد الفتاح السيسي بيقول إمكانتها مش كبيرة إن احنا نعمل نظام طيبي حديث لكن نقدر نعمل ده لا يوقفش إن احنا نقدم العلاج أو التفاصيل فالمبادرات دي مهم مبادرة نقل العشويات لمجتمعات إنسانية دي كان مطلب على مدى عقود صحيح مبادرة حياة كريمة الحقيقة الريف المصري ما تحدث على مدى عقود طرق منهارة مفيش صحة مفيش تعليم مفيش مدارس مفيش كمان إنه زي ما احنا قلنا التنمية مركزية إنه أهل القاهرة عندهم كل الخدمات المحافظات المدن الكبيرة باقر القرى والتوابع اللي هما 60% من المصريين فيه مزارعين فيه ناس يتعابوا عشان يروحوا لمدارس ففكرة المبادرة هنا إنه أولا تخصيص موازنة ضخمة لأول مرة للريف كان قبل كده بيتقدمنا يترامي مصورتين في انتخابات ويشتروا الناس يعني يقولوا له وعود ويسحبوا المواسير بعد الانتخابات لا النهارة احنا بنتكلم على إعادة صياغة للطرق للصرف الصحي والمية ودي نقطة مزمنة وتعرضت لصرف الصحي والمية أصبح ضروري ارتباطا بتنقية المية وقعدة استخدامها اللي احنا بنتكلم فيه نفس الوقت بتكلم على إنه يبقى فيه مكتب بريد بقى فيه انترنت يبقى فيه مدارس حتى لو أنا رايح مدرسته أو جمعته كان بيركب عشين مواصلة وكنا منشوف ده بيروح مباشرة فكرة المدن اللي كانت منزية على متعقود القرى والتوابع دي مهمة كتا في إنه يبقى فيه عنده الخدمات الرئيسية ويبقى على اتصال بالعالم ويقدر لو عنده يقدر يعمل مشروعات صغيرة في المكان ده يدخل في التنمية ده في حد ذاته جزء مهمة قوي من فكرة التنمية لأنه التمركز في المراكز مع ترك الأطراف مهملة ومهمشة ده بيعمل أولا مشاكل نفسية مشاكل الارتباطات وبيعززت قيمة المواطنة كمان بشغلات فالموضوع ده في غاية الأهمية لأنه بنتكلم على 700 مليار على مدى ثلاث سنوات تقريبا إحنا خلصنا المرحلة الأولى بندخل في مرحلة الثانية أو الثالثة ثم هيزيد المبالغ دي أنه ده بقى جزء ربط أنه المشروعات الضخمة الطرق والكبار والمحاول اللي موجودة على مستوى الجمهورية دي شرقا وغربا وشمالا وجنوبا استفدت أنا إيه منها الريف لا أنا هربطك بده حسيب بقى الطريق واصل لده يبقى أنا فيه وحدة صحية على الأقل للإسعافات والعلاج والأسرة والغيره ونفس الوقت محتاجش إن أنا لأنه المبادرة 100 مليون صح عامت حاجة مهم أنا أكشف عن الكوليسترول والسكر اللي هي بتتراكم بعد كده وتظهر مشكلات زي ما احنا شوفنا البلهارسيا وفيروس سي ده كلام مهم جدا لأنه زي ما أنت قلت فكرة المواطنة وكمان أما بتكلم بقى في مشكلة سكانية في مشكلة ده أن أنا محتاج أنظم عشان أقلل عشان أقسم التنمية بقى أحس إنه شريك في هذا الأمر دي نقطة حياة كريمة درة المبادرات الحقيقة وده لا يقلل من المبادرات التانية عظيمة يعني الفيروس سي دي لوحدها إنجاز يعني الناس كتير ممتنة لي اجتمعت كل هذه المبادرات تحت مظلة مبادرة واحدة وهو مؤسسة حياة كريمة واصبحت بتلبي كافة احتياجات المواطن فكرة أنا بدخل على القرية بنهي كل المشاكل اللي فيها تحولنا من فكرة نقص وفقر في الصرف الصحي ومياه الشرب لفكرة التطور التكنولوجي لأنه زي ما قال دولة رئيس الوزراء أثناء إعلان المرحلة الأولى ما بعد المرحلة التجربية إنه مش هيبقى فيه قرية موجودة في مصر غيره فيها انترنت وده هنا بيعزز تكاتف كل المؤسسات وفكرة إن التحول الرقمي كمان ندخل عليه الدولة التحول الرقمي وكمان الحقيقة في نقطة مهمة مرتبطة بده لما تعمل الإصلاح الاقتصادي المؤلم والصعب اللي الشعب لمصري تحمله كان فيه عثار جانبية طبيعي تم التعامل معها بإجراءات ضمان أو حماية اجتماعية في تكافل وكرامة أو غيره ودي نقطة إحنا بنتكلم على ثمان سنين من الرئيس عبد الفتح السيسي الثمان سنين دول لما بنبص الحجم اللي اتعامل فيهم ممكن نقول دول 30 سنة دول 40 سنة يعني حاجات كانت بتاخد وقت وفكرة السرعة وفكرة إدراك الملف